التعامل مع الشيكات هنكمل سلسلة التعامل مع الشيكات وموضوع الفيديو عن كيفية طباعة الشيك من خلال الورد الخطوة الاولى بنضيف مقاس الشيك الى الطبعة كليك يمين على ايكونة الطبعة وبنختار Printing Preference ثم Custom وبنكتب اسم ومقاسات الشيك وبعد كده بنحفظ الخطوة التانية تهيئة قالب الطبعة بنفتح ملف وورد ومن تابة Page Layout بنختار Margin ثم Custom Margin وبنحدد الهوامش للشيك اللى هي 0.1 من جميع الاتجاهات وبنحدد اتجاه الورقة Land's Key ومن تابة Paper بنختار المقاس اللى مسجل من خصائص الطبعة الخطوة التالتة اضافة صورة الشيك من تابة Insert بنختار Picture ونختار صورة الشيك وبنفردها على المساحة المحددة الخطوة الرابعة اضافة Text Box بنضيف اربعة Text Box بتمثل التاريخ الاسم المبلغ الطفقية من تابة Insert ثم Shape ثم Text Box وبننسى كل Text بالفونت وحجم الخط المناسب وبنغير خصائص Text بعدم اظهار له حدود او بردر اثناء الطبعة وذلك من خلال كليك يمين وبنختار Formate Shape ثم No Lie وبنبدأ نزبط مكان كل Text الخطوة الاخيرة حفظ الملف بنحذف صورة الشيك وبنحفظ الملف باسم البنك ولطباعة الشيك بيتم وضع الشيك في رف الطبعة وبننفذ امر الطبعة مرفق في وصف الفيديو القالب اللى تم تصميمه وهو خاص بالبنك الاهلي المصري ولو فيه اي استفسار ممكن تتواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك او تسيب تعليق اسفل الفيديو